إلى طريق مسدود تمضي الأزمة الاقتصادية في العراق بسبب السياسات الحكومية الفاشلة موازنة العام الحالي بحسب اللجنة المالية في مجلس النواب ستعاني عجزاً يصل إلى أكثر من 48 تريليون دينار عراقي بزيادة تتجاوز 20 تريليون دينار عن قيمة العجز في الموازنة السابقة وبدلاً من محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موارد الدولة إذ بحكومة المنطقة الخضراء تزيد الأزمة تفاقماً بتقديم رشوة جماعية عبر الإعلان عن آلاف الوظائف في محاولة لإثناء الشباب عن المشاركة في التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام المحاصصة والفساد الذي أفقر العراق ونهب خيراته طوال 17 سنة مضت حيث تؤكد بيانات اللجنة المالية النيابية قيمة الهدر في المشاريع الوهمية خلال عشر سنوات فقط من هذه المدة أنها تجاوزت 280 تريليون دينار وبينما يؤكد نواب في البرلمان أن رواتب الموظفين في الموازنة الجديدة قد تصل إلى نحو 70 تريليون دينار تشير بيانات حكومية إلى أن إجمالية الإرادات لن يتجاوز حاجزة 90 تريليون دينار ما يعني أن 20 تريليون دينار فقط هي المتوفرة للإنفاق على باقي أبواب الإنفاق بما يتضمن الإنفاق على الصحة والتعليم والماء والكهرباء والصرف الصحي وتعبيد الطرق نهيك عن مخصصات وزارتي الداخلية والدفاع ألافت أن هؤلاء النواب يؤكدون أنه لا توجد مصادر لسد العجز في الموازنة عبر الاقتراض الداخلي أو الخارجي الأمر الذي قد يدفع الأمور في العراق إلى أزمة خانقة ربما تتجاوز تأثيراتها الجانب الاقتصادي إلى السياسي لسيما في ظل ما يموج به الشارع العراقي من غضب شعبي متنام بات يزلزل أركان نظام الحكم الذي ما ترك فرصة لو أثبت فيها فشله في إدارة شؤون العراق